ربنا سبحانه وتعالى واضع يعني زي ما شفته كده آليات طبيعية للجلد ده ان هو يؤدي وظيفه ووضع آليات طبيعية بقى لحماية الجلد نفسه يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا الجلد بوظيفه المزهلة دي تمام وربنا برضو سبحانه وتعالى وضع آليات طبيعية لحماية الجلد يعني بالبلد كده ان ربنا خالق نعمة وخالق وسائل حماية ليها خلاص طب ايه وسائل الحماية بتاعت الجلد اللي ربنا صحة على موفرها اول هذه الوسائل او اول هذه الاليات الطبيعية المسؤولة عن حماية الجلد حاجة اسمها الجفاف الصحي يعني ايه الجفاف الصحي يعني ان احنا في العادي جسمنا كده لما نحط ايدنا على اي منطقة من الجلد عندنا ما بنلاقيهاش بترشح مية مثلا ما بنلاقيهاش فيها مية إلا لما نتعرض مثلا لجو حار قوي فيبقى فيه حاجة اسمها افرازات العرق ده موضوع تاني انما هو الطبيعي يعني لو احنا قاعدين في جو طبيعي ما فيش حرارة شديدة ما فيش وقفين في شمس وهكذا بنلاقي الجلد على حالة اسمها الجفاف الصحي وكلمة الجفاف الصحي دي كلمة خاصة يعني كلمة مهمة جدا لانه الجفاف بشكل عام حاجة وحشة لكن فيه حاجة اسمها الجفاف الصحي لانه زي ما هنعرف او زي ما ان شاء الله يعني هنعرف بعد يمكن في موضوعات اخرى يعني انه كل ما الجلد ده كان مبلول او رطب ده حاجة مش كويسة للجلد يعني ان الجلد مثلا يبقى عليه مية من غير ما تتنشف دي حاجة مش حلوة ان الجلد يكون على حالة مرضية تجعله على حالة رطبة يفقد صفة الجفاف دي دي حاجة وحشة لانه حالة الرطوبة دي او ان الجلد يبقى رطب او ان الجلد يبقى عليه سوائل او ما الى ذلك دي بتسهل اختراق البكتيريا يعني المايكروبات للجسم ده فعشان كده ربنا خالق قالية حماية اسمها الجفاف الصحي مش الجفاف بقى الوحش اللي كنا زمان بقى دايما نحذر منه في حالات الاسهال لقدر الله ده الجفاف المرضي انما لا الجفاف الصحي دي حاجة حلوة ان الجلد يكون على حالة من الجفاف الصحي اللي هو انعدام صفة السوائل فيه بشكل قد يؤدي الى المرض يعني تمام اللي هو على سطحه يعني تمام طيب ايه تاني من قليات الحماية الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى موفرها للجلد حاجة اسمها خاصية التغير الدائم الجلد بتاعنا ده بيتغير بيتغير من غير ما نحس لدرجة ان في نظرية كده كانت طلعت من عدد من السنوات كانت منشأها يعني علماء في الولايات المتحدة كانوا بيقولوا حاجة غريبة جدا كانوا بيقولوا انه الاتربة اللي في البيت التراب اللي في البيت ده في اوقات كتيرة جدا ما بيبقاش اتربة بس ده بيبقى خلايا من الجلد بتاعنا يعني هم بقى لما فحصوا الحكاية دي تلاقوا انه خلايا الجلد بتتجدد باستمرار وده طبيعي وده لو فكرتوا فيها تلاقوا طبيعي لما بنتجرح مثلا ها نتخربش او نتجرح بتبصوا تلاقوا بعد شوية ايه اللي بيحصل الجلد ده بيبقى عليه طبقة كده حمرة وبعدين بيبقى عليه حالة اصلاح وبعدين يعود الجلد الى حالته الطبيعية إزاي بيعود بحالته الطبيعية لأنه الجلد لديه صفة أو خاصية التجدد الدائم ودي حاجة يعني لو تعلموا قدر عظمتها دي حاجة عظيمة جدا لأنه تخيلوا كده لو فيه مثلا جهاز لما الجهاز ده حاجة منه بتبوز إحنا بنروح نصلحها تخيلوا بلا والجهاز ده الحاجة اللي بتبوز دي تقوم تطف يعني تمشي والجهاز نفسه هو اللي يطلع حتة قطعة غيار جديدة طبعا ده مش كلام حقيقي لكن ده بقى موجود في الجسم البشري في المعجزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها والصفة دي مش موجودة في أعضاء كتيرة في الجسم يعني فيه أعضاء في الجسم لما بيتلف جزء منها ما بيطلعش جزء تاني لكن ربنا سبحانه وتعالى لأهمية الجلد ووظيفه الحيوية دي مدي الجلد ده الخاصية دي إلا بقى في حالات ندرة شوية لما يكون فيه بقى جروح نافذة أو قاطعة يقولك إيه بتلاقي حتى علامة إنما مش بيرفضل مثلا الجرح مفتوح أو الجلد مفتوح إنما صفة التجدد الدائم دي من أهم آليات الطبيعية المسؤولة عن إبقاء الجلد في حالة طبيعية